اليوم الأطفال بعمر صغير بين السنة وثلاث سنين طبعا وحتى قبل السنة كمان منكون كثير عثلانين هم موضوع المناعة عندهم وقد رح يقدروا يتأثروا بالعوامل الخارجية وقد رح يكون عندهم يعني ريزيستانس أو قوة بالجسم لحتى ليقدروا يبواجهوا طبعا الغذاء شغلة كثير مهمة به هالإطار واليوم معنا بالستوديو سالي سوايا رياشي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أخصائية غذائية واليوم موضوعنا في أزن العناصر الغذائية المؤثرة على مناعة جسم الأطفال واليوم عم نحكي بين السنة والثلاث سنين في مناعة طبيعية طبعا موجودة ولكن نحن نقدر ندعمها باللايف ستايل طبول الطفل أكيد صحيح يعني التغذية كثير بتلعب دور بمناعة الطفل دور مهم بس قبل نحكي شوي عن المناعة أنه هنه لي الأطفال بين سنة وثلاث سنين بيتعرضوا إذا بديك أكتر للجرسيم لأنه هنه ما قلون كتير زمان معنا بهالحياة وبعد ما تعرضوا للجرسيم لحواليهم بطريقة كتير لو فترة طويلة مشان هيك هنه بيمرضوا أكتر بقى شو بيصير أنه هالجرسوم اللي بتعرضوا لإلها بتتمركز بجسمون والجهاز المناعة بيبلش يقومها بقى بتبين عوارض المراض اللي هي ارتفاع الحرارة الرشح وإلى آخره بس جهاز المناعة عند الأطفال كتير بيتميز بذكرى كتير كتير قوية بقى هون إذا مرة تانية تعرضوا لنفس الجرسومة رح يصدى الجسم قبل ما تتمركز فيه وهون مشان هيك منقول أنه مناعة الطفل بتقوى كل ما هو مرد يعني المرة الأولى بتكون أصعب شي مضبوط مضبوط بقى مشان هيك يعني كلمة اللي يقوى جهاز المناعة عند الأطفال لازم يمرضوا مشان هيك منقول على طول هيدا الجملة وأكيد سوري هون الأطفال يعني بتتفاوت يعني درجة إذا بديك تعرضوا للأمراض يعني فيه أولاد بيمرضوا أكتر من غيرهم لأنه جهاز المناعة عندهم بيعمل بإذا بديك بدرجات متفاوتة بلوس فيه أطفال معرضة أكتر لأنه هن حوليها فيه أطفال كتير محاطين بأطفال يعني بالقردوري أو بالبيت بقى هون بيمرضوا أكتر إذا نعدوا من رفعاتهم يعني المرض بين السنة وثلاثة سنين رح يأسس لمناعة بعدين؟ أكيد لأنه كل ما يرجع يلطقطه جرسومة بيصير الجسم عنده مناعة علي كرميل مرة تانية بقى هاي هي الميكانيزية لما بيقطع بهالعمر صغير أحسن ما يلقطع بعدين؟ هو بالنهية نحن عادة منحب نحمي الطفل لقبل السنتين يعني أول سنتين من عمره منحب نحميه بس هو أن جنرال يعني كل ما تعرض لجرسومة معينة ورجع بيلطقطه مرة تانية ما بيلطقطه لأنه جسمه بيصده بسبب يعني الزكرة طبع جنز المناعة هون التغذية رح تساعدنا نعمل شو؟ التغذية بتساعدنا بتدعيم أو تعزيز جهز المناعة ونحنا ليه بدنا يعني قبل ما فود بس بالتغذية ليه بدنا يكون جهز المناعة عند الطفل قوي؟ لأنه بعمر السنة إلى ثلاث سنين هو بيصير أنه يدقر كل شي ويمسك كل شي عن الأرض ويحطه بيتمه وهذا اللي بعرضه للبكتيريا والالتهابات وإذا كان جهز المناعة ضعيف أكيد رح يتعرض للالتهابات أكتر أما إذا كان جهز المناعة شوي قوي بيخليه يستكشف بهال بريود من حياته لأنه إذا بدي كتير طبيعيا بهالفترة بين سنة وثلاث سنين أنه يكون عنده هالاستكشاف وحب الاستطلاع لأنه بيتعلم منه كتير ونحن ما فينا نوقف بهيدا الشي مشان هيك هون منساعده أنه يكون جهاز المناعة عنده قوي بقى الأساس المناعة وهون التغذي لما نحكي عن عمر السنة بتكون بلاش تتنوع نوعا ما وفيه أهل لقى بيكونوا خايفين يعني أنه يعني كتير ينوعوا الغذاء هو بالإجمال بعد السنة لازم الطفل يبلش يأكل من أكل العائلة يعني بيكون كان قبل أكله مهروس ومطحون وهكي بس عال السنة تقريبا صار فياكن من كل وجبة العائلة ويقعد معنا على الطاولة هلأ إذا بعده مش كتير معود على القوام القاسي فينا نطريره الأكل بس ما نهرسه على الآخر يعني أكيد طيب ظل يقدر يعني يستطعم بالأكل ويتعود عليه ويتعود عليه ضروري يتعود هلأ يبلش على الأكل الكبر وهوني شو هي أنواع الأكل اللي مفروض أنه الولد يخذ اللي يكون عنده هالمناعة يعني كمان ما نحفظ موضوع السمنة واللي كتير مية بالمية أكيد ما رح أقلك أنه الحلويات والسكرورية والسكاكر الأشياء هيدا أكيد أبدا ما بتقوي جهاز المناعة بالعكس نحكي نوعية كمان مشكمية نحكي نوعية وعم نحكي عن عناصر غذائية أساسية لجهاز المناعة من بلش بالبروتيين البروتيين إذا بديك هو بساهم بتجديد الخلايا الجسم بالنمو وأساسية كمان لتنشيط الأنزيمات اللي خاصة بجهاز المناعة بقى هون وين موجود البروتيين؟ أكتر شي بالمصادر الحيوانية يعني اللحوم من جيج وسماك ولحمة بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته اللبنة والجبنة وأكيد فيه بالبقول بغير مصادر بس البروتيين ذات الجودة العالية موجودة بالمصادر الحيوانية عنا تاني عنصر بحب أحكي عنهم هنالفيتامينات والمعادن دايما بنقول يلا كله هالخضرة والفويكي كرمية الفيتامينات والمعادن مضبوط فعنا كم فيتامين ومعادن أساسيين هنالفيتامين A وC وE وZinc وSelenium هؤلاء أكتر شي إذا بديك مواد مضادة للتأكسد بيحموا خلايا الجسم من التأكسد كمان بيساهموا بالحماية من الالتهابات والبكتيريا يعني موجودين يعني بأي نوع؟ الفيتامينز A وC موجودين بالخضرة والفويكة الملونة يعني من أورنج لأخضر لأصفر يعني كل شي ملون بيحتوي تقريبا على الفيتامينز A وC الفيتامين E موجود بالمصادر الدهنية يعني مثل الزيوت والأفوكا والزيتون الزينك والسلينيوم موجودين باللحم وبثمار البحر هلأ كل هيدول الفيتامينيات المعادن كمان موجودة بالحليب النمون مخصص للأطفال عادة بدعموا بهذه العناصر الغذائية نعم عنا الحديد الحديد كلنا بنس مع فقر الدم ونتبه من فقر الدم لأن الأطفال بين السنة والثلاث سنين كمان معرضين لفقر الدم ليش؟ لأن نظامهم الغذائية بعد ما بيكون متويزة كفية يعني بعدهم عم بينقلوا على أنه يأكلوا مثلنا مثل الكبار بقى معقولة أنه ما يأخذوا المصادر الغذائية الغنية بالحديد مشان هيك الحديد هون بيحمينا بيحمل الصغار من فقر الدم ليش؟ فقر الدم كتير عنده أثار سلبية لأنه بيساهم بضعف جهاز المناعة عند الأطفال ومش بس هي كمان بيأثر على أداءهم الزهنة بالمدرسة بعدين يعني الحديد كتير أساسي للأداء الزهنة والجسدة ولا تفادي الالتهابات الحديد وين موجود؟ كمان باللحوم خاصة اللحم الحمراء بالبقوليات يعني حمص عدس فصوليا فول وكمان موجود بالخضرة الخضرة مثل سبانيخ الملوخية البقدونس يعني عنا تشويس عنا تشويس كتير وإذا الولد مثلا ما بيحب الحبوب تنقول ممكن نعوض له بالأشياء الثانية أو كل شغلة ضرورة أكيد فينا نعوض له يعني مثلا ما بيحب الفصوليا ورز بنقدر نعمله سبانيخ ورز مع لحمة حمراء هو اللحوم الحمراء يعني امتصاص الحديد منه من المصادر الحيوانية كمان أفضل بعد من المصادر النباتية بس هون بدي أقول كمان الحديد موجود بحليب النمون مخصص للأطفال أكتري موجود بكل الأنواع الموجودة بالسوق يعني من الحليب المخصص لهذا العمر بيبقى مدعم بالحديد ومدعم بالفيتامين سي تيزيد امتصاص الحديد بالجسم بقى هيده كمان نقطة مهمة صرنا حاكين عن ثلاثة عناصر في عنا الدهون دهون دهون دي احكي عن الدهون الصحية دهون هي إذا بدك مصدر مركز للطاقة بجسم الطفل مش بس كمان أداة ناقلة للفيتامينات الأساسية اللي هي فيتامينز A, D و E و K بالإضافة أنه بيساهم بتعزيز المناعة عند الأطفال هلا الدهون الصحية حكا مش عم نحكي عن الدهون الإلتيري عنا كرمالي بتعمل سمنة عند الأطفال وهي منا كتير منيحة الموجودة بالسكاكر والحلويات وغيرها نحنا عم نحكي عن الدهون الصحية الموجودين بالزيوت النباتية بالأفوكا بالزيتون بالسمك المدهين وكمان هالدهون الأساسية الموجودة كمان بالحليب النمو المخصص للأطفال نعم بعد في عنصرين هكي هن اسمهم الـ Prebiotics والProbiotics ممكن هلأ عم نسمع عنهم شوي هي عادة موجودين هالعناصر بالأطعمة المدعمة مثل الحليب المدعم فيهم هيدو العناصر بيساهموا بتعزيز المناعة الطبيعية عند الأطفال بقى هون إذا بدنا نطلع على نقول أف كيف بدنا نطعم طفلنا كل هيدو العناصر كتير هيني إذا لازم ننوع بغذاء الطفل هون الكميات كيف لازم تكونوا لما منقول مثلا أسماك أو لما منقول لحوم أو منقول أي شيء تاني خلال الأسبوع في كميات معينة أو خلال النهار نهار في كميات معينة هيدا هيك بدأ حلقة مخصصة بس أنا حقلك أنه لازم ينوعه من خمس مجموعات غذائية هي الحبوب والنشوية بنهار إذا بديك عا كل وجبة لازم يكون فيها ثلاثة من أصل خمسة مجموعات غذائية عم بحكي عن الحبوب والنشوية يعني خبس باستاريز هيدا الباز يعني هيدا عن جد بيرتكز نظام الغذائي على النشوية بعدين عندنا الخضار يعني على القليل مرتين بنهار الفويكي عندنا الحليب ومشتقاته واللحوم والبقوليات يعني الحبوب اللي نحن بنعرف عنه هيدول اللي لازم يتاكلوا كل يوم بس أكيد في حصص معينة لازم تتاكل الأشخاص لكلنا وخاصة الأطفال بين سنة وثلاث سنين يعني في الكميات كمان لما تكون ساعتها كمان فيه سمنة لأنه كمان الكميات عالية خاطة من يعني أنواع معينة من الطعام حتى لو كانت صحية مضبوط يعني هون لازم يكون فيه انتزام بالأكل يكون فيه توازن يعني يكون فيه ترويئة سناك صغير غدا سناك عشا ويكون كتير مهم أنه الطفل ياخد كوبين من الحليب النمو المخصص للأطفال لأنه بيساعدوا ليلبي احتياجاته الغذائية من العناصر اللي حكيت عنها بلوس كمان تطلع الام كمان على الليبل أنه إذا فيه البريبيوتيكس يكون مدعا بريبيوتيكس بريبيوتيكس كرميل تعزيز جهز المناعة الطبيعية عند الطفل نعم خلص وقتنا كمان عندي سؤال صغير خلال المرض بحيخد بس كم سانية خلال المرض خاصة هلأ بالشتوية وخلال يعني الأدوية اللي بيكون عم يخذها الولاد والأنتيبيوتيك الآخري كمان فيه نظام غذائي معين بقدر يستفيد منه أكيد أكيد هون السوائل بكمية كتير ميحة يعني يتجرب الام تعمله صوب صغيره خضرة وفوكة قد ما بيتقبل يأكل يعني ما تجبروا يأكل خاصة أول يومين ما بيكون في قبلية على الأكل ما علي تركز على السوائل بعدين تدريجيا ترجع تفوت كل الغذاء على أهلا وسهلا فيك سالي سوايا رياشي شكرا لوجودك معنا اليوم وينعد عليك جوينوين وعليك مرسي مجدين أهلا وقفة ومن الرجل المتابع